اشتركوا في القناة 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 ويا سينو طاهر سلامه لو قال قال طيب هذا معنى أنت القرآن ما لن يكون وصول إلا معنى يا سينو طاهر ألبنه نبصاد نقول لا اختلف العلماء في هذه الأحرف المقطع نعم إذن من التشاغ النسم الذي يعلمه بعض الناس ثون بعض فهذه من الحروف التي ركبت به القرآن والله سبحانه وتعالى تحدث كفه مطور أن يأتوا بآل وهذا القرآن بلسان عوضي مودي ما استطاع الأمر الذي نريد أن ننبه عليه نبهنا بالأمس على مسألة المجاز وأنه لا مجاز لا في الكتاب ولا في سنة ولا في لغة مدعى وقاعدة مطلرة وأن القول بالمجاز أصلاح حالي بعد اقتراض القرآن المفضل الثلاث ونضغط الفلاسفة ونفتح باب شاء على الناس وتلاعب وأن الإنسان إذا ننكر القجاز لا نحقه شيء لكن إلا أنكر شيء من الأسماء والصفات ضمن عن الطريق المستقيم وغير هذا من الأسماء ما بنا نفسه يبقى معنا كذلك نتعلم باللغة العربية لا يمكن أننا من أجل أن ندافع عن اللغة العربية نتعدى على ما عن كتاب السنة اللغة العربية قبل نصول القرآن قبل نصول القرآن هل كان لهم شيء؟ لا عرب كانوا قبل أبعته في النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حارفين من بينهم ليس لأكم شيء لا حرار ولا فقار ولا غير روفعت النغة العربية لأن القرآن نزل بهذه النغة تجد بعضا من أسدان الرائعة دعني لا هدل الشيء حتى في النغة ويرد أن يتكلم ويأتي بأشياء كما يتكر عمر السابع الرحمة الله تعالى لم يتكلم به كفارا الذين أبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هل قال واحد من كفارا الذين أبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه القرآن ما ليس في عربي لا والله هؤلاء كفارا لكن يأتيك اليوم بعض الناس يقول في القرآن ما ليس في عربي تقول مثل من تقول مثلا إبراهيم يا أخي هذا الله من الجنة هل الأسماء جهتك كما هي في كل اللغة وذكرنا لكم هذا أن من الإلحات الأسماء الله أن ما معنى تقول مثلا يا أخي قال ليس من أسماء إلا هذا الإلحات في أسماء فالأسماء تحت كما هي في كل اللغة ثم هذه يعني مثلا قصر الله هذه صارت بالإستعمال عربية أحيانا يقول هذا على خلاف الأفصر ما يمكن أن يقال هذا في الكتاب السنة صحيح؟ يقول خلاف الأفصر كذلك الشيخ بن عزيزي رحمه الله تعالى ذكر في حروف الجر والله معناه ثالث حرف الجر أصلي وحرف الجر زائب وحرف الجر شبيل زائب وحرف الجر شبيل زائب هل يمكن أن أقول في القرآن شي زائب؟ ما نستطيع ما قال هذا كفر مكة فجاء الشيخ بن عزيزي رحمه الله ووفق الله سبحانه وتعالى لهذا النصر وقال مها في حروف الجر الزائدة عندما يأتي الحرف جاء زائب ماذا يقول عنه إذا جاء في القرآن؟ يقول هذا زائب 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 من حج الإعراب وزائب لتوكيد المعنى حتى لا يقول أحد أن هناك في القرآن شيء زائب ولا نحتاج إلى هذا ولا بد من حجم يقول الزائب من حج الإعراب وزائب لتوكيد المعنى فهذا أمر مهم جدا لأنه لا بد أن يعرف ذكر الأدلة بعد ذكر سورة الإخلاص لقاقتهم آية الكمسي ثم أرد المؤلد رحمه الله تعالى آيات فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وإذا أردت أن تكون على طريقة السبب في هذا الباب تكون على ما قال الإمام إثبات والتنزيل والمعاني معلومة والكيفية العلم عند الله والسرع عنها بنا تستعى على هذه الطريقة في كل السببات تقول نثبت لله سبحانه وتعالى كل ما أثبت لنا إثبات عينين وحدين ورحمة وغيرها تقول وإذا كنت نقول كل سبب الآن من السببات نثبتها لله سبحانه وتعالى نثبت لله سبحانه وتعالى عينين وإثنتين حقيقيتين حتى نم في المجد تبدأ بجارة عورة التنزيل إثبات مع التنزيل لا أقل إثبات تنزيل المعاني معلومة أقول المعاني ليلي ونؤمن أن لله كيفية لكن هذه الكيفية لا نعلمها وأسأل عنها بدأ القول السديد ما هو القول السديد في من سأل عن كيفية سفات الله تقول القول السديد الإمام الإمام معلوم معلومة 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 وإثبات تنزيل معاني معلومة والكيفية أنه عند الله فالسؤال عنها بدأت فالسر على هذا الطريق فأنت على طريقة السلام ولذلك الإمام الشبيط رحمة الله وغيره من الإمام يقول عندنا ثلاث آية الآية يقول ونؤمن أن لا كيفية الاختيارة تعقبت لكن هذا الكيفية لا نعلمها والسؤال عنه إليه وانتهنا أرد هذه طريقة أن نسلم وترى السواجع بعد هذا فرسلنا إلى نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على الله صحيح وسلم قال المؤلف رحمه الله وقوله تبارك قلنا تعود على الله سبحانه وتعالى أي تعالى والعاضي أو تعود على اسم الله تبارك اسم ربي إذا عاد على اسم الله يعني كل شيء يذكر على اسم الله تحنثي البركة تسمي على الذميحة تكون حلاة تسمي حرافة تسمي على الطعاف والشراب تحنثي البركة ولا يكون معك الشيطاء تسمي عند الجماعة تسمي عند دخول المنزل تبارك الذي نزل نزل فيها فوات أن القرآن منزل لا مخلوق وأنه كلام الله وإثبات العلول إلى سبحانه وتعالى الذي نزل الفرقان فالقرآن فالقرآن له أسماء منها أنه فرقان أي يفرد بين الحق والباضل والهذا قيل أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المفهد وإنه يفرد بين الحق والباضل وإذا كان هذا حال يتبع عن النبي صلى الله عليه وسلم المفلق بين الحق والباضل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تقدم معنا أن العبودية تقسم الأثراف تأسر عبودية عامة تشمل كل مخلوق من كل من في السماوات والأرض إلا تبخمان عبده عبودية قهر لا أحد يستطيع لا أحد يستطيع أن نخضر نعم نعم عن ملخ الله الثانية عبودية خاصة بالمؤمنين وعباد الرحمن إن عبادي ليس أكع المسلطات كل أخر لا الذين استجابوا لله والرسول عبودية طاعة تعالوا عبودية طاعة من أكل كثيرة شرب كثيرة ومن شرب كثيرة نعم كثيرة ومن نعم كثيرة شرب كثيرة عبودية عبودية عامة عبودية خاصة وعباد الرحمن عبودية خاصة خاصة أعلى مقامات العبودية عبودية الأنبياء ورسول عليه الصلاة والسلام المقام بكل عبادة ورحمة الله وأكمل عبادة هي عبادة الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام وصف النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة سبحان الذي أسرى بعبده في مقام التحدي وإن كنتم في ريد مما نزلنا على عبده في مقام إنساء القرآن تبارك المبي نزل القرآن على عبده واذكر عبادة إنه كان عبدا شكور أي عبودية خاصة 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 من الأنبياء ورسل عليكم الصلاة والسلام لا أشهر لكم في أحد طمعني أتقاكم لله وأخشاكم الله كبارك الذي نزل الفرقان على عبده لماذا؟ قل يكون للعالمين هذا فيه عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الثقرين وأن كل من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال شكرا كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافت كائنا من كاف يهودي أو نصراي أو مجوسي أو ما لذلك ولا يمكن أحد أن يتخلم عن شريف عليه الصلاة والسلام وإلا فهو كافت أكبر والذي نفسي بيدي لا يسبع بي يهودي ولا نصراي ثم لا من ذي إلا كان من أهل النار إذا من شكة الكبر اليهود والنصار الذين في زمن عليه الصلاة والسلام بلغته مدعو والذين في زمن اليوم فهذا كان قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بليوم آخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق يعني بعض من الذين قدوا الكتاب بعض النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل شيء كان قام ليكون للعالمين كان النبي يبعث لقوم خاصة وبعض عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن ونسخ ليكون للعالمين نذير نعم الذي له أخذها بالأمس تقديم من حق التأخير يذلع الحصر إياك نعبد وإياك نستعين ولله ما في السماء وما في الأرض تقديم من حق التأخير يذلع الحصر تقديم المعمول على العام يذلع الحصر له لا لغيره هل لأحد منه مع الله؟ لا شبع شفاعة قلنا هذه الآية هي التي قال عنها ابن القيم رحمه الله أنها تقضع شيئة السلمة القلب معه حتى ذا فس عن قلوبه